مجزول يهم الأنباء أهلا بكم ينعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري في تونس الاجتماع الوزرية الثلاثي حول ليبيا وهو لقاء دوري لوزارة خارجية مصر تونس والجزائر يعقد بالتنوب بين عواصم تلك الدول وزارة الخارجية المصرية أعلنت أنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا بما يحقق تطلعات وأمال الشعب الليبي التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في العاصمة ترابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج للتبحث حول آخر التطورات والتشاور بشأن العودة إلى طاولة الحوار كما التقى سلامة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد ميتيغ واتطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن وتطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في ترابلس والجهود الرامية لتخفيف المعاناة وسبل العودة إلى العملية السياسية أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيب بيغريمالدي أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى ليبيا المستقرة والآمنة كلام السفير الإيطالي جاء خلال لقائه وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالا وقالت السفارة الإيطالية أن سيالا وغريمالدي ناقشا سبولا توسيع التعاون الثنائي في مجالات الهجرة التجارة والتعليم والثقافة أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نشوب حريق في محطة توليد الكهرباء التابع لحقل السرير النفطي تسبب في خسارة بالإنتاج تقدر بحوالي 30 ألف برميلي نفط يوميا وقالت مؤسسة النفط أن أحد المولدات الكهربائية في محطة التجميع رقم واحد في حقل السرير توقفت عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى قطع الخدمة عن المجمع الأول وقد فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق وتقدير الأعمال لإعادة التشغيل في السودان يستمر العصيان المدني الشامل والإضرب السياسي العام لليوم الثالث حتى سقوط المجلس العسكري وانتقال الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية بحسب تجمع المهنيين السودانيين غير أن مطار الخرطوم الدولي شهد حركة طبيعية من جهة أخرى اتفقت قوى أعلان الحرية والتغيير ورئاسة مجلس الوزراء على المرشحين لعضوية المجلس السيادي وصفت تركيا قرار مجلس النواب الأمريكي الذي دان فيه قرار شراء أنقر منظومات دفاعية صاروخية من روسيا بالتهديد غير المقبول وبأنه لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين قرار الكونغرس يحض تركيا على إلغاء شراء الصواريخ الروسية ويدعو إلى فرض عقوبات على أنقر في حال تسلمت هذه الصواريخ الشهر المقبل كشف البيت الأبيض أن مصر الأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر الشهر الجاري ومن المقرر أن يبحث المؤتمر مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها في وقت تعهد الزعماء الفلسطينيون بمقاطعة المؤتمر المقرر انعقاده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو أعلنت المفوضية الأوروبية أن انتخاب رئيس وزراء جديد لبريطانيا لن يغير اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي جرت توصل إليه مع رئيسة الوزراء المستقلة تيريزاماي وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل لاروث أكد عدم استعداد الاتحاد الأوروبي التفاوض مجددا على اتفاق الخروج مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد وضف أن على من يتنافس على خلافة ماي أن يعي ذلك جيدا قبل إطلاق تعهدات انتخابية أخيرا بعد توقيف استمر أربع سنوات في إيران عاد اللبناني نزار زكا إلى بيروت برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقد وصل عصرا إلى مطار رفيق الحرير الدولي على متن طائرة خاصة ومن المطار توجه زكا برفقة إبراهيم مباشرة إلى قصر بعبد الرئاسي حيث كانت عائلته بانتظاره وكان القضاء الإيراني وافق على إفراج مشروط عن زكا الذي حكم بالسجن عشر سنوات عام 2016 لاتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة ختم الموجز إلى اللقاء